صدق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوع المنعقد عبر تقنية التواصل المرئي برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسم تهم إعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد وتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني وكذا المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفهية حسب ما جاء على لسان الناتق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير بعض المواد من المرسوم السليف الدكر والمتعلقة بتأليف مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد بالإضافة إلى تمكن صندوق المغربي للتقاعد من أداء المعاشات في احترام كامل للمقتضايا القانونية مجلس الحكومة صادق أيضا من خلال اجتماعه هذا على مشروع مرسوم يتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدنية المجلس أعطى الضوء الأخضر من جهة أخرى في عقاب المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدنية والشهب الاصطناعية الترفهية وعن التأثير الذي تعاني منه المملكة جراءت سداعيات ارتفاع أسعار النفط والمحروقات يقول بيتاس في السنوات الماضية كانت العلاقة ما بين البرميل كانت تعطي يعني كان البرميل تقريبا إذا كان في حدود يعني أقل من 100 دولار كانت يعطي تقريبا 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 915 دولار للطن الآن ولا البرميل إذا كان 100 دولار تيولي السعر ديال القازوال طن ديال القازوال هو تقريبا 1.115 الناتق الرسمي باسم الحكومة لم يفوت الفرسة في التترق أيضا للحرائق التي عصفت بغابات المغرب حيث قال تم الانتهاء من الجرد وجمع المعلومات الميدانية كلها والحكومة الآن تسريع في وضع اللمسات الأخيرة على برنامج للتدخل الذي سيشمل تدابير وإجراءات طارئة وأمنية للتخفيف من تأثير هذه الحرق على النشاط الزراعي والغابات ومن أجل مساعدة السكان المحليين المتضررين وفي ختام أشغاله سادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور